قال الدكتور مصطفى الفئي أمس السلساء 10 يناير 2023 أن السجود الشيخ محمد متولي الشهراوي عقب هزيمة 1967 كان خطأا موضحا أن الإمام الراحل أعتقد بأننا لو انتصرنا لكنا تجبرنا يعني بقينا جبابرة وأصابنا الغرور وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر عبر فضائية الام بي سي مصر أن الشعراوي رأى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في المنام وذهب إلى قبره واعتذر عما قاله واستطرد كنت قريبا منه وأعلم ما له وما عليه بكل موضوعية كان يعتقد أننا سيصوبنا الشطط ويأتينا الغرور لو حلص الانتصار لكنه اعتذر بعد أن رأى عبد الناصر في المنام وأيضا روى أن الإمام الراحل أقام له لمصطفى الفئي يعني عشاء تكريم بعد خروبه من الرئاسة وقال أن العلماء وكبار المسؤولين والمحافظين جلسوا حول الشيخ الشعراوي وهتموا بحديثه لأنه كان فعلا كارزمة ضخمة وأكد أنه ساخر جدا في المدعبة ويقول أتذكر أن الراحل فرج فودا كتب مقالا منتقدا فيه الشيخ الشعراوي ولكنه قتل في نفس الأسبوع الذي نشر فيه المقال وكان ذلك في مجلة أكتوبر تقريبا وطلبت من فرج فودا التخفيف عن الحديث عن الشعراوي لأن إيمان الناس به كان شديدا واختتم كان هناك ربط بين موعد نشر المقال ومقتل فرج فودا وطلقيت اتصالا من نقابة الأطباء وأخبروني بإطلاق أعيرة نارية على فرج فودا وفي الحال أخبرت الرئيس الراحل حسني مبارك بذلك وظل فرج فودا يتلقى العلاق فترة ثم توفيه ومن ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى الفيه أن علاقة الشيخ محمد متولي الشعراوي مع البابا شنودة كانت متباعدة في البداية مشيرا إلى أن الإمام الراحل كان متهما بالطعن في الدين المسيحي وأضاف خلال لقاءه في برنامج يحدث في مصر أن العلاقة تغيرت تماما بعدما ذهب الشعراوي إلى لندن للعلاج وفوجئ هناك بإيفاد البابا شنودة بكل الأطباء الأقباط المسيحيين في لندن لعلاجه وأشار إلى أن الشعراوي عاد ليشكر البابا شنودة ويتحول 180 درجة بالنسبة لأشقاء الوطن وقال أن الإمام الراحل أيضا تغير في آخر أيامه وعتدل في بعض الرؤى التي كانت تبدو متشددة وأشار إلى أن الشعراوي كان ضد زراعة الأعضاء على أساس أنها ضد إرادة الله ولكنه عندما ذهب إلى لندن كان لابد من نقل دم له وتراجع عن آرائه المتشددة في أواخر أيامه ولفت المفكر السياسي إلى أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لم يقترب من الشعراوي كثيرا لكنه اقترب من الإمام محمد الغزالي جدا وحزن عندما مرض الأخير وذكر أن الشعراوي اتسمع بصفة جيدة وهي أنه لم يكن قريبا من جماعة الإخوان مضيفا الغزالي كان أقرب إليهم وأوصل رئيس مبارك بهم وقال له ما تشدوش عليهم كتير وأرجو الرفقة بهم لأن بينهم معتدلون كثر ومن ناحية أخرى قال الدكتور مصطفى الفئي أنه عرض على الرئيس القصبك حسني مبارك تعيين الشيخ محمد متولي الشعراوي شيخا للأزهر وذلك خلال فترة ظروة موجة الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي وقال أن محمد حسني مبارك قال له إحنا عرضنا عليه ولكنه رفض وأضاف الفئي خلال حواره في برنامج يحدث في مصر أنه عرض على مبارك الفكرة لتهدئة الأوضاع لهي أن الشعراوي يبقى شيخ الأزهر بسبب ارتفاع موجة الإرهاب ووجود قابلية لدى الناس لأي داعية خارج الإطار الرسمي مشيرا إلى أنه عرض عليه أيضا الشيخ الغزالي والشيخ سيد صابت والشيخ القردوي وأوضح أنه تواصل مع الشيخ محمود عشور والذي تواصل بدوره مع الشيخ الشعراوي والذي أكد أن منصب مشيخة الأزهر لم تعرض عليه من الأساس وتابع الشعراوي قال هل يعرض على شخص إمامة الإسلام السني في العالم ويرفضها أنه في هذه الحالة يكون جاحدا أحمق من قال ذلك كذاب أشر وبعد كده فهم مصطفى الفيه أن في حد هو اللي بلغ حسني مبارك أنه رفض المشيخة لأنه كان بيكره الشعراوي فقال أنه رفض منصب شيخ الأزهر ولكن الحقيقة أن منصب شيخ الأزهر لم يعرض أساسا على الشعراوي وكشف الدكتور مصطفى الفيهي المشهد الشهير لوقوف الشيخ محمد متولي الشعراوي أمام رئيس الأسبق حسني مبارك بعد حادثة محاولة الإغتيال في أديسة بابا بإثيوبيا في تسعينيات القرن الماضي وأشار إلى أنه كان هناك ودا بين الشيخ الشعراوي ومبارك حدث بعد محاولة الإغتيال في أديسة بابا وأوضح أن الشيخ الشعراوي قال لمبارك في هذا اللقاء الشهير إذا كنت قدرنا أعاننا الله عليك وإذا كنا قدرك أعانك الله علينا معقبا المقولة تحمل شجاعة كبيرة لأن معناها الله أعلم أنت اللي تعبنا ولا إحنا اللي تعبينك وأشار الفيهي إلى أن مبارك كان يوقر رجال الدين بشكل كبير لافضا إلى أن الشيخ الغزالي كان قريبا من مبارك بشكل كبير لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم شكرا لكم